الحقيقة اسمح لي أن أوضح قليلاً أن المقدمة يجب أن تتغير أن الأزمة السياسية هي أزمة سياسية عراقية وليس أزمة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية هذا هو الإطار العام للأزمة الذي بدأ يتفاعل منذ تشكيل الحكومة ولحد الآن الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية هي أزمة ناتجة عن الوضع السياسي غير الطبيعي الشائد في البلد وبالتالي لا يمكن الحديث عن أزمة بين إقليم كردستان وبين المركز وإنما الحديث عن أزمة مكونات أزمة بين الكتل أزمة تشتد يوم بعد يوم بين الحكومة وبصراحة أقول لك ياها يعني بين رئيش الحكومة بالتحديد وبين مختلف الأطراف المشاركة في الحكومة شكليا أو فعليا وأعتقد أن هذه الأزمة وصلت إلى عمق التحالف الوطني وبالتالي كما هو معروف أن طرف أساسي من أطراف التحالف الوطني أصبح حامل لحل لهذه الأزمة وهو السيد مختد الصدر والتيار الصدري وبالتالي أنا أقول أرجو أن تركز على الأزمة السياسية في البلد وليس بين إقليم كردستان قبل الانتقال إلى موقف التيار الصدري أريد تنطيني الأبعاد الخفية لهذه الأزمة حضرت لك قولت الأزمة بين رئيس الحكومة تحديدا وبقية المكونات البعض يقول لا هي أزمة بين رئيس الحكومة الآن وبين رئيس إقليم كردستان وبين رئيس القائمة العراقية فقط بين أشخاص هي أزمة أشخاص شوف أنا آسف جدا أن أقول أن هذا الخلل البنيوي في الحياة السياسية في البلد يراد له من قبل البعض أن يدفع بهذا الاتجاه أن يجري شخصنا هذه الأزمة وحصرها بخلافات شخصية بين أطراف قيادية في المكونات السياسية وهذا خطأ كبير جدا ومعروف لماذا ما هي خلفية دفع الأمور بهذا الاتجاه خلفية دفع الأمور بهذا الاتجاه مؤسفة جدا يعني على سبيل المثال أن الأخ السيد المالكي ومريديه المحيطين به يحاولون تأليب الشارع الشيعي على سبيل المثال ومحاولة دفعهم لزاوية غير صحيحة وهو أن هناك تآمر يستهدف الشيعة وحكم الشيعة وهذا التآمر هو مصدر بلدان عربية وإقليمية والمكون السني والآن يريدون أن يضوفوا إلى هؤلاء الأكراد أو الكرد أو إقليم كردستان وأعتقد هذه اللعبة خطيرة جدا جدا وهي ليست جديدة هذه اللعبة كان يستخدمها صدام وكل الحكومات المتعاقبة التي كانت تريد أن تدفع البلد إلى يعني مهاوي الاقتتال والحرب والتجاذبات الأخرى وهي تختزل الإرادة الشيعية والقرار الشيعي بشخص معين ولربما بفريق الحاكم يعني هذه يجب التنبه لها من قبل الشارع الشيعي بالمقابلة الثخرية أيضا أكو محاولة للبعض يقول لإيهام مثلا الشارع الكردي بأن هناك عدو مفترض جديد اللي هو المالكي اللي هو مستبعد وربما يستخدم الأسلحة ضدهم هناك اتهامات تقول دولة القانون للمالكي بالتفرد بالسلطة أو بجر البيئة السياسية للتفرد هذه الاتهامات تقولون غير مبررة وهي محاولة لإيهام الشارع الكردي مثلا أو الشارع السني بوجود عدو يعني أولا المشروع العراقي أو التجربة العراقية منذ إسقاط النظام لحد الآن بنيت على أساس الشراكة والتوافق الوطني وقيل أن التوافق الوطني إنما هي صيغة من صيغة الديمقراطية غير الاعتيادية لأن الوضع غير اعتيادي وبالتالي يفترض أن الحكومة التي أسست باعتبارها حكومة شراكة وطنية هكذا قيل المفروض هذه الشراكة تتجسد في اتخاذ القرار وخصوصا القرارات المصيرية واقع الحال أن الحكومة الحالية ينفرد بها السيد المالكي بشكل مطلق هل هناك شواهد؟ أولا هو يركب الدولة بكاملها وفقا لإرادته ورؤياه وأنا لا أريد أن أحمل السيد المالكي ما لا يحمله أنت تستطيع أن تعود إلى خطاباته في الأسبوعين الأخيرين واحدة من الخطابات خطيرة جدا واحدة من المقولات هي تنطوي على خطر كبير جدا يجب التنبه لهو يقول أنا الذي أمسك الدولة إذا غادرت سوف تتفكك الدولة هل يجوز السماح لرئيس وزراء يتحدث بهذه اللغة؟ هل عدنا أنه الدولة أنا؟ هذه اللغة ليست لغة شراكة وطنية وهي ليست لغة نظام ديمقراطي هذه اللغة تقود إلى جحيم حضرتها قلت يشكل الدولة على أفق أجندة أو رؤى هو هذا غير واضح هذا غير واضح يا أخي يعني كيف غير واضح؟ أولا الحديث عن الأزمة وعن أبعاد الأزمة لم تبدأ من كردستان ولم تبدأ من مشعود البرزاني بدأت هنا في بغداد بدأت بين أطراف الحكومة نفسها نعم صحيح أن العراقية وقيادات العراقية يعني حاولت أن تعالج القضايا الخلافية بطريقة معينة ولكن القوى الأخرى كانت تتحسس مواقع الخلل في الحكومة وتحاول بمختلف الوسائل أن تعالج هذه المواقع الخلل ولكن بهدوء تسألني كيف تتجلى هذه؟ يمكن أن تراقب كل قادة الجيش وكل وكلاء الوزراء وكل أعضاء ومسؤولي المنظمات الهيئات المستقلة المالكي ومكتبه هو يعينهم ولا تعرض على البرلمان نهائيا هذه مخالفة دستورية وظاهرة خطيرة جدا أن وكلاء الوزارات قادة الجيش قادة الفرق قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات هم واو واو إلى درجة أن الناس بدأوا يسموا دولتنا دولة الواو واو يعني المفروض أن صلاحية مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء في سد الفراغات مؤقتا بمناصب وكلاء يجب أن يكون لها سقف زمني شهرين ثلاثة شهر إذا عدنا إلى قرار مجلسكي الثورة المقبور وهي هذه القرارات لم تلغى كلها يقول أن الوكيل يفترض أن لا يبقى كوكيل أكثر من ستة أشهر بعد ستة أشهر إذا لم يجري تثبيته يجب أن يزح السيد المالكي منذ الدورة لحدنا هو يتعامل مع وكلاء وهذه مريحة له لأنه لا يحتاج إلى قرار مجلس النواب ولا يحتاج إلى المشاركة هو يستخدم هذه الصلاحية ويعين من يشاء هذا الموضوع شريك بمجلس النواب مجلس النواب المفروض يضع حد لهذا الموضوع من خلال التصويت على الوزراء الأمنين وبقية الدرجات الخاصة خلي أكمل بأكساد فخري أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير